أهم تلك الأهداف الكبرى تقرير المصير وإسقاط العصابة الخليفية الماضية وتحقيق النظام السياسي العادل المنبثق من إرادة الشعب الحرة المستقلة أما الآن الزكرة السابعة لثورة الشعب البحريني المظلوم الذي يعاني من نظام قمعي ظالم وفاشي متحالف مع قوى رجعية وإمبريالية هكذا يعاني الشعب البحريني كما تعاني كثير من الشعوب العربية وبمثل هكذا معاناة وبعض الشعوب العربية تعاني بمستوى أسوأ وبعضها بمستوى أقل إلا أن غالبية شعوب المنطقة هي تعاني من نفس التوجه ومن نفس القوى الإقليمية الرجعية والإمبريالية الدولية لوين جايين يا درع الجزيرة بكن تحموا مين أهل فلسطين بكن تحموا أهل فلسطين يعني أنت هاي الجيوش المجيشة ورافع علامات نصر على دباباتكم وعلى سياراتكم وجباتكم رافع علامات نصر على مين تنتصر على العزل الذين لا يملكون إلا الصدور العارية عمان ترفع علامات نصر وأون أنا بوقف في التأمل البعض يدافع عن هؤلاء الحكام في السعودية كلمة حقته قال ماذا قدمت السعودية وبعض الدول الخليجية لقضية فلسطين ولأبناء فلسطين ماذا قدموا من الملاحظ جدا بأن النظام في 2011 هو ذاته النظام في 2018 بمعنى أنه يدير ظهره إلى كل المبادرات التي تسعى أن يكون هناك حل سياسي بداية لابد من توجيه التحية من القلب إلى شعب البحرين المناضل الصامد في وجه الطغاة في وجه آلة القمع التي تجمعت واجتمعت على شعب أعزل يقاوم الطغاة الذنب الوحيد الذي ارتكبه هذا الشعب الأبي أنه طالب بحقه بالحرية والعزة والكرامة هذا الشعب الأبي الصامد الذي حافظ ولا زال على سلمية تحركه على الرغم من تجاهل كافة المنابر والأصوات التي تدعو لنصرة المظلوم ظلما وعدوانا بالقول لا بالفعل فنرى أن المنابر الإعلامية على مستوى العالم بأكمله تتجاهل هذه الثورة السلمية في البحرين فألف تحية لهذا الشعب الصامد الذي كان ولا زال يرفع راية المظلومين لنصرة حقه